السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء سوف أقدم اليكم اليوم تفسير رؤية الحمار في المنام يعتبر الحمار هو من الحيوانات التي اشتهرت عند البعض لتحملها الصعاب والشقة وهي من الحيوانات الأليفة التي خلقاها الله سبحانه وتعالى لتتكايف مع البشر جنبا إلى جنب وسوف أقوم بشرح وافي لرؤية الحمار في المنام فتابع معنا أولا تفسير حلم الحمار لابن سيرين رؤية الحمار في المنام على لسان ابن سيرين قال أنها تدل على المشقة ومعاناة الحالم في حياته كما أن سماع صوت الحمار في الحلم من الرؤى التي تشير على سماع الأخبار السعيدة ركوب الحمار في الحلم يشير للحالم على تخطي عواقب ومعاناة يعاني منها في حياته رؤية الحالم لنفسه في المنام وهو يضرب الحمار بقوة هذا يدل على الهموم والمشاكل التي تعيق حياته ويريد التخلص منها موت الحمار في المنام من الرؤى الغير محمودة التي تشير إلى الخسارة والفقر تفسير رؤية الحمار في المنام للعزباء رؤية العزباء في منامها للحمار قد يكون بشارة لزواجها من رجل متدين وعالم في الدين ركوب الحمار للعزباء يشير على الزواج القريب العاجل وهو رمز الأفراح كما أن تفسير حلم الحمار للعزباء في المنام وصراعها معه يدل على وفاة أحد أقاربها وفضلات الحمار في الحلم للفتاة من الرؤى التي تدل على الخير والمال الكثير الذي ستحصل عليها في حياتها القادمة تفسير رؤية الحمار في المنام للمتزوجة رؤية الحمار في حلم المتزوجة من الرؤى التي تدل على نجب المشاكل بينها وبين زوجها وربما تشير للفراق رؤية الحمار في المنام للإمام الصادق تشير إلى وقوع في المعاصي والزنوب وبراز الحمار عموما في منامها يدل على الرزق بالمال الكثير والسعادة في الحياة القادمة تفسير حلم الحمار في المنام للحامل رؤية هجوم الحمار على الحامل في المنام من الرؤى التي تدل على المشاكل والهموم الشجار في المنام مع حمار للحامل يدل على صعوبة حملها وولدتها والحامل التي ترى الحمار في منامها يرمز إلى صبرها على الألم التي تعاني منه أثناء فترة الحمل وقد يكون بشرى بسماع أخبار سعيدة أما رؤية الحمار الأبيض أو البني أو الأسود في المنام ورقبها للمرأة الحامل يشير على أن المولود زكر ورؤية الحمار وهو يرقد في المنام فهذا علامة رزق كبير للزوج رؤية الصفر بالحمار في المنام للرجل يشير على الرزق الكثير الذي سيحصل عليه ولكن بعد وقت وتعب وتحول الحمار لحيوان آخر في منام الرجل من الرؤى التي تشير على الخير والمنفعة ورؤية الحمار في المنام قد يشير إلى الخير مدام الحمار هادئ ووديع في المنام أما رؤية الحمار وهو يركض أو يعض فهذا الحلم إنذار للرأي فهو يشير إلى أزمة مالية يمر بها أو مرض أو فشل في حياته وقد يكون علامة وفاة شخص قريب له ورؤية الحمار وهو يركض فهذا الحلم يشير إلى التوتر والخصومات بين الأحبة وسوء تفاهم ومشاكل ورؤية الحمار الأسود في المنام علامة خير وسرور يا عم على صاحب المنام أما رؤية الحمار الأبيض فهو يشير إلى وظيفة جديدة أو سفر للرجل تفسير رؤية الحمار في المنام للمطلقة والأرملة إذا رأت المطلقة حمار أغضر اللون وكانت تعجب به فدل على تخلصها من المشاكل والهموم في حياتها ومجيء الرزق والخير لها إذا رأت المطلقة أنها تركب حمار أسود فدل على أنها تمتاز بمكانة كبيرة بين الناس وإذا رأت المطلقة أو الأرملة في المنام أنها تركب بغلة فدل على زواجها من رجل صالح زوخوله الجيد متحملا للمسؤولية وإذا رأت المطلقة أو الأرملة في المنام بغلة بيضاء اللون فدل على نجاحها في الحياة وبلغها للمناصب الرفيعة وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد لا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر